هون فيش مطبخ أمريكي أصلاً يعني هي ممكن البرجر الباقي كله من المكسيك من المهاجرين اللي هجروا وعملوا دولة اسمها أمريكا أنا مش عايزة الملح عايزة الخل وعايزة الملح عملوا دولة اسمها أمريكا بس ما فيش مطبخ أمريكي تقليدي الأمريكان الأصليين هم الشركي القبائل اللي انقضى عليها علشان تقوم دولة أمريكا اللي إحنا بصراحة مبهورين بكل عالمهم المبهر بس يعني احنا من نقي منه اللي عجبنا أكلات مش ثقافة ثقافتهم ليهم ده لو عندهم ثقافة لأنه زي ما قلنا هي مجموعة من الشعوب المهاجرة اللي راحت على الله شك البرجر اللي راحت على أرض مش أرضها وأبادت السكان الأصليين وطمصت هويتهم وعندهم يعني الكثير من التراث قبائل الشركي ولحد الوقت على الفكرة رفعين أواضي على الدولة نفسها قبائل كتير رفعين أواضي على الدولة نفسها احنا مناخد منهم إيه؟ احنا لا ننبهر بالبلد ولا ننبهر أصلا بس بنحب حاجات ننتقي عايز أقول اللي بتفرجوا علينا الشباب الجداد ما تبقوش عايزين تعيشوا الحلم الأمريكي ما فيش حاجة اسمها حلم أمريكي وما فيش حاجة اسمها برة أحلى من هنا والله بلدنا اللي بيجرب عيشة برة الصعبة اللي بيشوف الأفلام فاكر أنه هي دي العيشة اللي بيعيشوها هناك هناك المواطن الأمريكي بينتظر كل شهر أنه يعني لو شهر ما اشتغلش السوكيوريتي والإنشورنس الهيلف كير الحياة صعبة جدا يعني ناس كتير أعرفهم عايشين في أمريكا يتمنوا العودة لبلدنا لأنه فيها هنا فرص والله مش كلام فرص أكتر وأعتقد الحريات بلد الحريات ظهرت انعدام الحريات لما شفنا أكبر الجامعات العالمية أكبر الجامعات في العالم ييل، هارفرد، كولومبيا الذين يتشدقون بحريتي الرأي اللي بتصدر رؤساء لأمريكا لما تظهروا لقضية عادلة بسلام واعترضوا على الإبادة التي تحدث في غزة تم قمعهم وسجنهم وحبسهم فلا حريات، هي حريات بس في الأفلام وفي المسلسلات وهي دعايات لهذا العالم المتكامل الأمل هنا في بلدنا ومنأكل أكلهم بس منرجع دايماً للحواشي بتاعنا منجرب ومنشوف وننتقي اللي احنا عايزينه منهم من غير ما ننبهر فيهم أنا عارفة فجأة من البرجر رحنا لحوار عميق لكن المطبخ دايماً هو المكان اللي بتكون فيه الحوارات في كل بيت هو بيت أو قلب البيوت هو المكان اللي بنقعد نتكلم فيه كده براحتنا وحشني الكلام معاكم بحاجات أعمق كده من الطبخ بس الطبخ تراث فاكرياً وإحنا حنتمسك بتراثنا حتى لو رحنا السند والهند وأمريكا منرجع دايماً لما طبخنا المحلي ترجمة نانسي قنقر